اهلا بحضراتكم من جديد الحياة في اليوم الحلو ده المهندس عدلي قال لكم حافل بالرسائل زي ما يكون برضو الصورة بتكتمل لانه النادي الاهلي كمان مع كل هذه النجاحات الكبيرة والضربات الكبيرة اللي بتتحقق في ميزانية قياسية في تاريخ النادي ثم ايضا في عقود رعاية هي الاعلى في تاريخ النادي ايضا بيجهز الاهلي الهرم الرابع الهرم الاهلاوي الرابع فرع الاهلي في التجمع كابتل محمود الخطيب النهاردة حرص على زيارة هذا الفرع الجديد بعد ما الهيكل الوظيفي والعمال استلموا اعمالهم فيه وبدأ تشغيل دولاب العمل الوظيفي في التجمع عشان يبدأ يستقبل الاعضاء تباعا ودي فرصة يا جماعة لكل الناس اللي عايزت تلحق تعمل عضويتها في هذا الفرع الجديد الناس كتير بتسألني بقول لهم الحق لان بعد الافتتاح هيترفع السعر الكابتل الخطيب زار هذا الفرع وكان معاه المستشار سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الادارة الفرع الجديد بيمثل طفرة انشائية كبيرة جدا مبنى اجتماعي على مسطح الف متر على احدث مستوى في امكاناته وفي الاساس مبنى غرف خلع الملابس مبنى اداري مبنى الاكاديمية الكرة ملاعب كرة السلة وملاعب لكرة اليد والكرة الطائرة وملاعب كرة ايضا نجيل صناعي خماسي للاعضاء وملعبين نجيل صناعي كبار للاكاديمية بالاضافة لاماكن جلوس الاعضاء والاماكن المخصصة لالعاب الاطفال وكافة الجوانب الخدمية شايفين انتم كانت هذا الفرع اللي الحياة معمول بطفرة جديدة ونقلة نوعية فيها قدر عالي من فخامة الاهلي يعني حتشوفه حتى من من على البوابة برة والنصر اللي بقى بيمثل الشخصية الفنية المعمارية المهمة للنادي الاهلي لما تشوفه النصر من برة هنا النادي الاهلي ده هتلاقيه في الجزيرة هتلاقيه في الشيخ زايد او هيتعمل كمان على بوابات الشيخ زايد وتلاقيه في مدينة نصر الشخصية الفنية او الطراز المعماري المميز للنادي الاهلي واسواره والالوان بالوانه بنفس التكوين بتاعه الحقيقة كابتن الخطيب حرص انه يتفقد كل حاجة في الفرع بصوا شايفين بعين ايه بعين يعني الدهانات بتاعة الابواب عشان يكون الفرع جاهز على افضل حالة لاستقبال الاعضاء الجدد واعضاء النادي اللي هم عامة وعايزين يزوروا المقر او الفرع الجديد عايزين يقضوا يومهم واثرهم